تقرير عدة منظمات متابعة للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى عدة سلبيات من بينها ظاهرة شراء الأصوات فضلا عن وجود عدد كبير من الأصوات البطلة التقرير التالي يستعرض أبرز تلك الظواهر السلبية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية على أمل أن تختفي تلك السلبيات في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع بدء المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب في الخارج وتوجه المصريين بالداخل إلى لجان الاقتراع بعد ساعات تأمل اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات المراقبة للعملية الانتخابية ألا تشهد المرحلة الثانية نفس السلبيات التي شهدتها المرحلة الأولى للانتخابات والتي كان أبرزها عزوف الشباب عن تصويت والذي تم رصده في محافظة المرحلة الأولى مما دفع مرشح المرحلة الثانية لتركيز على مخطبة الشباب صعيا لجذبهم إلى لجان الاقتراع خاصة أنهم يمثلون الكتلة الانتخابية الأكبر نسبة الأصوات البطلة كانت من أبرز الظواهر السلبية في المرحلة الأولى حيث بلغت أكثر من 9% من إجمال المصوتين وهو معدل غير مسبوق في تاريخ الانتخابات المصرية وهو ما أرجعه الكثيرون لعدم معرفة الكثير من النصريين بنظام الانتخاب الجديد الذي يضم الفرد والقائمة مما يدفع الكثيرين لاتباع طريقة خاطئة في التدوين ببطاقة الاقتراع شراء الأصوات واستغلال المال السياسي يظل ظاهرة الأخطر التي ميزت المرحلة الأولى وهو ما دفع اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار بمنع تصوير بطاقة الانتخاب للحد من ظاهرة شراء الأصوات التي رصدتها المنظمات الحقوقية ويأمل الجميع أن تنحسر في المرحلة الثانية للانتخابات